السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بين مطرقة القرار الملكي وسدان الحصار والأزمة التي تعصف بالبلد يقف المخترب اليمني حائرا فهو الوحيد دون غيره من جميع الجاليات المقيمة هناك استهدفه القرار والقاضي بمغادرة البلاد المدارس ترفض استقبال الطلاب اليمنيين والجامعات أنهت عقود الأسادذة والدكاترة اليمنيين والشركات تنذر العاملين بالمغادرة خلال شهر هناك يمنيين لهم عقود من الزمان يعيشون على أرض المملكة العربية السعودية فهم لا يعرفون اليمن إلا بالاسم حتى أنهم لم يمنحوا الجنسية لأنهم مواليد لآباء وأمهات يمنيين من المستفيد من هكذا قرار وهل يصب هذا القرار في مصلحة استرداد الشرعية سيقول البعض سياسة دولة وليس لأحد أي اختصاص سنرد ونقول لو كان هذا القرار يشمل جميع الجاليات أو جالية أخرى مع الجالية اليمنية لقلنا نعم هذا قرار سيادي ولكن اختصاص الجالية اليمنية دون غيرها له مآرب وشؤون أخرى هل سيكون المخترب في نعمة على وطنه أم أنه سيضاعف العب في ظل حصار وأزمة غانقة تفرضها الجارة الكبرى وهل يستفيد المواطن السعودي بترحيل أخيه اليمني أم المستفيد هي جبهات القتال والتي من المؤكد أنها تستقبل المرحلين هذه الأيام حبلة بالمجد